موسيقى السلام عليكم اخوانا ودي كرام جايديكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمي في اي مكان كانتو ازول في اللون بداية كان نشكركم على اختياركم ومشاهدة هذا الفيديو وكانت تمنى ان لا كنتمش منشتركين في القناة المتواضع اشتركوا وفعلوا جرس باش نستمر وباش ان شاء الله يفتكم حتى شي جديد بداية بغيت نهنن الامة الاسلامية والامة المغربية بالخصوص بحلول شهر رمضان الكريم نتمنى انه يدخل علينا وعليكم بصحة وبالعافية وطول العمر ان شاء الله وبالهنا وبراحة البال والله بعد ان نورد الحرام من الداخل ومن الخارج الفيديو اليوم الاخوان بغيت الرد على واحد الهضراء ما فاتي اننا سمعوها من طرف الدوبة بالالكتروني الجنرالات اللي يجيو هنا عندي القناة واللوف وسائل التواصل الاجتماعي ويجيك يقول لك انتو ما عندنا احنا عيش مليون كانت مئة الف مغريبي مئة الف مغربية في الجزائر مئة الف وحد شهر مئة الف وحد شهر مليون يعني قالك مليون مواطن مغربي فر من الجوع والعطش في المغرب وجل الجزائر يخدامين مئة الف مئة الف مئة مئة الف مئة مئة هذا الكلام ديما كان سمعوك سمعونا فلادراوك يجيو يقلبوا لك على شي مغريبي عيشت ماء بحيلك يبغيو حتى قرونا كما نرى احنا كمشيو كان خدموا عندهم احنا خدامة عندهم وهذا الشي يعني وخيكم افترضوا جدا انك المغاربة مليار مغريبي عايش خدام عندكم وما عادي شنو يك خدامي يك ما كي سرقوش يك ما كي سرقوش خدامين باركتافهم الحمدولي الله الهجرة مسألة مسألة عادية وإنسانية العالم كله كي هاجر راح اوروبا هاجر الامريكان وطاليانيين هازروا الالمان بكري يعني دول كانت يعني في الحاضيذ والسكاني لها هازروا ومشوا وختموا ورجعوا بنا وبلدهم حتى ما كي يعيبش لكن اللي كي يعيب هو انك انت تكون معدكش دراع وانتمشي يجيب الناس يخدموا لك وفي الخر تمنع ليهو في الخر تمنع ليهو تقول اراجي ورا خدامين عندي وانا هادي وانا كان هذا اعطينا هذا العقية مرغوا انت اراجي كيف حال هازر ذي المهاجرين اراجيوكم انت مقبل جديد المهاجرين لانك من سبعت اراجي انت مجينا هدنا ويكيد ويعمالر تفعلت لك لا تسمعاش هاد الهدرة هننا اصرقين في الدماغهم وفي عقلتهم هذا شيء عادي نورمال لكن بصر دوبا نشدو هذا الفيلم الهندي كله دي الاننا راحقارة مغربة مليون مغربة يعمل في مليون مغرب يعمل في الزازعير لكي نسد هذا الهضرع ما هو القناة الشورق؟ ما هو القناة مخزانية أو المخزان أو المخابرات المغربية؟ قناة الشورق؟ أو صحيفة الشورق التي لديها قناة كيان إعلامي الشورق لكثير المخابرات الجزائرية هوا والنهار وذلك ما هو الذي يüneش ؟ تجهل أرقام السلططط والفقر والنصال في الجزائر هل تجهل أرقام السلطط والفقر والنصال في الجزائر اعجل أحدث الالات المعل央 في الواقعة لا تعرفها泪ك المؤسسة ديال الدولة ما عرفيش عن ناس خدامي فما بالك يجودها في وسائل التواصل يقول لها سبعمائة ألف مغربي يخدام في الجزائي سبعمائة ألف انتقدت تقرير تقرير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020 و 2021 المصادق عليه الأربعاء من طرف الجمعية العامة لكل الناس غياب المعطيات وإحصائيات قطاعية دقيقة وصعوبة تحصيل المعلومات والمعطيات الميدانية لإجراء التقديرات ونقص في البيانات الموثقة في الجزائر وهو ما منع من إعداد تقرير متكامل يتضمن أرقاما دقيقة حول البطالة والفقر والشغل والمستوى المعيشي والأعمار المتوقع ونسبة الوفايات والاستثمارات وعداد المركبات بالحضير الوطني للسيارات وزارات وزارات مستوى الدولة ما عنداش إحصائيات لا ديال البطالة ولا ديال الفقر ولا ديال الشغل ولا ديال المستوى المعيشي ولا ديال أعمار المتوقعة ولا ديال نسبة الوفايات ولا الاستثمارات ولا عدد السيارات أعمركم شوشي بلاد في العالم مؤسسات ديالها ما عنداش معطايات كيف انت قادي تحت الستراتيجيات وتحت الخوطات وتصلح إلا ما عندكش الأرقى يعني إحنا كنعرفوا أن شيء وزارة إلا بغت تصلح شيء قطاع أول حاجة كتديره كتشمع المعطايات كتشمع المعلومات كتشمع الإحصائيات باش تعرفوا باش إلا كان عدد مثلا ديال البطالة زايد مقاص كان مثلا الفقر تشوف المستوى ديال الفقر باش تحاول تخدم باش تنقاص لا يعرفون ما عارفين شوشي الناس لا يعرفين شوشي خدامين عندهم حتى الشغل يعني أنتم معارفين شوشي خدامين عندكم وعارفين أن كنسة عمية ألف مغربي خدام في الجزائر ما هذا التناقض يا هذا أخبروني بربكم ما هذا التناقض وما هذا الغباء لما جايين تمسوا كرامتنا زيما نحن مغربة تمسوا كرامتنا نحن نتوما سعاية وخدامين عندنا وتعاية وتخدموا عندنا نتوما معارفينش نتوما برأسكم مش حلل الناس خدامين عدا تعرفوا المغربة ما عندكم مش معطيات يا صاحبي ما عندكم مش دميلا جينا نشوفوا الحقيقة مش خمسة الاف مغربي في الجزائر خمسة الاف بالحساب يلا عدد الصاديرات دينا ما نعرفها خمسة و سبعة وعشرين مليار في جزائر فايت المغرب في الإنتاج الفلاح عدد الصاديرات يعني قيمة قيمة الإنتاج الفلاحي سبعة وعشرين مليار دولار يقال لك المغربية بير ستاشل مليار دولار واخ واشحك تصدروا ديال المودة الفلاحية ما كاملاش مليار او وفين كنتجدك السوق عشرين مليار نقال لك لسيلك الداخلي عرقام كي كتبوه هما اللي بغوه مين يزويت شحالك انس سبعة وشرين مليار دير ستين مليار دير اتناش ناش شومورة البيط ألا يجوا عدني تقيدوا السلام عليكم أرادكم السلام كبيرا أباسس أباسس أشدك شي أريد أن نقيده أريد أن نقيده ما يعني أنكم قلت بمعاونا فيك تسكن أنا؟ أه أجيبي الأربية أه أعم 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 أسكين أريد أن نقيد أعم أسمك أنا؟ أعم أبو برايس أولدمن أولدمن قيس أبو برايس أمك أمك أجري وميا أسمي أتا أعم ها أغوضك أعم أعم أحضرك أجريك 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 أم إجريك أغوضك هل أحضرك أجريك ومعندي لأنتظر كثيرة والذكة والذكرة والذكرة أطالده هل يضعني أم جائحة أريد يقول لي يا أولاد شو أحد خرر المراجعة أمامك تباكيك كبار مني الله يصلح أنا قايت لك ثمانية أمامك 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 الله يصلح أنا قايت لك ثمانية أمامك أمامك نحن تعرف لك أمامك أمامك ما ساء معك عمرك أمامك أمامك where في مشكلة دير ١٠٠٠٠ مليار ماشي مشكي دير ٧٠٠٠٠ ماشي مشكي يا دي لها دي الناس يا دي الناس يا دي لها دي الناس رأى المسألة خطيرة باش جيوا انتوا ما باش تقول النار شا سا يرقب واحد عالمين فكذا يعني مكيش معطايات صاحب يمكيش معطايات كذب شو قد ضحكوا على دوكل دوكل مؤسسات ديال أوروبا بساكلم لعلانيتهم كدوا و تقولوا ما احنا عدنا مثلا الصادير عاد كدك بشو كي يكتبوا الجزائر الاولى عربيا والتانية ما نعرف افريقيا و تلفيلي بالهيندي لعنى ما كيش معطاياتها صاحب ما كيش شافة فيها صحب دولة لما فيش شافة فيها ما كيكونش عندها معطايات صحب يكتكون الغموط و لك الغموط هدا راه كيشكل واحد العبع كبير على الاقتصاد علاش لانا المستماري الأجانب خصوه إلا بغي يمشي حت فروسوف شي بلاد خصوه تكون عندهم معطاية تكامل المعلومات تكامل على ذيك البلاد والأرقام والسوق و شحال هذا المستعليكين باش يعرف باش يحط الستراتيجية والماركتينج استراتيجي دياله و يعرف هذا شيء شنو يدير لكن انتم ما عندكم انتم ما امام والو ما كينش بحل دبا مثلا اي مستمار بغي يشوف شحال متلا عدد مستعليكين ديال جيل عندكم ما ماشي قلب ما يلقاش ما يلقاش فما غنيش مشي ديال مصنع ديال جيل المات هذا هو المشكل اما احنا في المغرب احنا عدنا معطايات الحمدلله احنا مؤسسة ديالنك تحط لك ارقام باش تقول لك احنا عدد الفقر مثلا 24 في المياه و كده عدنا معطايات فاش تقول لك اراء البطالة طلعات عدنا معطايات هذه الشفافيات كيفيدنا وخاء وخاء الارقام عد المرة تكون ماشي يعني افتطلوا عد ديالنك لكن هذا كيفيدنا احنا كيفيدنا في المستقبال قد يفيدنا لان قد نحاولو نخدموه باش نقصوه باش نعرفوه اما انتوما ما عندكو مش انتوما قد تخبيوه باش نقولو العمزين هذا هو المشكل تقدروا مقارنة ما بين الارقام اللي كتحطو انتوما اللي كتقدروا وكتحطوها وما بين الواقع ديال المغرب لانا الى جينا نشوفوا الحقيقة وكانت فعلا واحد شفافي عندكم واحد البحث علبي اللي حطنا الارقام حقيقية وكانت فرق شاسي اصحب فما تفقوش تمنو علينا يعني احنا ما عمرنا اقدرنا عدد الناس الجزائريين اللي عايشين في المغرب واحنا لا نمنو عليهم ومرحبا بهم وأنف مرحبا بالاكس احنا فرحالين ان اثناء اشقاء اخوان جزائريين في المغرب محتار من القانون خدامين على ريوصهم ما كنتش اشكال ما عمرش مغريبي تسمعوه يسبش مواطن جزائري عدنا في المغرب ويقول انت جزائري والدولة ديالك تتحاربني لا مقينش وكنتو ما قلتين كتمنو على الناس واحد المره بشيتو واحد مواطن مغريبي عيشتما ودرتو لي واحد الكاميرا خافية وقلتو لي صاحبتي مع عشي جزائريا وشبتو لي شو حدين مشاربين زعباء ذاك العبابة يضربوه وخاف وصورته وقلتو مره خايف وش هذا اسلوب ديالدولة صاحبي اسلوب ديالدولة هذا والله يهدينا وهديكم وصافي تحياتي لكم وانا عودة فيديو جديد شكران ورمضان كريم انا ويكو موسيقى 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 اشتركوا في القناة